موسيقى مرحبا يقول المثل الصيني في كل مرة يفتح فيها المرء كتابا فهو يتعلم شيئا ولكي يقوم الطلاب بالتعلم والمذاكرة كثيرا تسمح لنا المكتبات بأن نكون على علم تام في مجال تخصص معين من خلال الاستعانة بالكتب والمجلات والكتب الإلكترونية أو قواعد البيانات سواء كان المرء طالبا أم لا فيمكن للجميع الاستفادة من الخدمات العلمية التي تقدمها المكتبات وحتى إذا كنت ترغب في قراءة الكتاب لفترة أطول يمكنك استعارتها وأخذها معك إلى المنزل لكي يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من قراءة الكتب توجب عليك إعادة الكتاب بعد أسبوعين أو أربعة أسابيع في حال تجاوز الطالب الموعد المحدد للاستعارة أو حدوث أي شيء آخر للكتاب توجب عليه دفع غرامة وهذه الغرامة يمكن دفعها مباشرة في المكتبة وعليه يجب الانتباه جيدا بإعادة الكتب المستعارة دائما في الوقت المحدد لذلك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة